تمام وكلنا نشوفها هي واغلبية الأسباب الأسباب أصلاً مش بكتيريال أغلبيةها فيرال سواء كانت الترمي للأبرس باتريكت انفكشن إنكلود أكيد فارنجايتس وأكيد تونسوليتس لارنجايتس إبيجلوتايتس رينوساينوسايتس وأوتايتس ميديا هبدأ سريعاً أنا هتكلم على الفارنجا تونسوليتس والأوتايتس ميديا لو هنتكلم على البكتيريا الفارنجايتس انتونسوليتس فهي برضو أبوكسوميتلي سبنتي برسنت من الفارنجايتس فيرال اتعاملت American Academy of Family Physician حطت من زمان حاجة اسمها Modified Center Criteria مش لازم نحفظها بس احنا أغلبيةنا بيعملها من غير ما يحس عشان تحدد الProbability of presence of bacterial infection كباكراون للفارنجايتس أو التونسوليتس اعتبت على absence of cough على الفيفر على anterior cervical lymphadenopathy وعلى الage لو الصورة 0 أو 1 لا يحتاج إلى الانتبيوتك 2 أو 3 انا محتاجة عمل رابط انتجين تتكشن تست ولو طلع بصطف هستارت الانتبيوتك وصورة 4 أو 5 بصطف هستارت الانتبيوتك من الانتبيوتك هو انتو تريت وز انتبيوتك لو كان فيه سيمتوم سجست غروب اي بيتا هميروتك ستريبتو كوكاي هو مفيش سيمتوم سبيسيفك ميار زي الستاف ميار زي الهيموفلس ميار زي المايكوبلاس مفيش سيمتوم سبيسيفك لل جروب اي بيتا هميروتك ستريبتو كوكاي بس بنعتبد ان يكون فيه برزيستانت فيفر مع الكولستيوشنال سيمتومز مع تونسولي فارنجي إيريسيما وإكسيوتيد وبالاتل بيتيكي والبيلاترال تيندر اللرجة سيرفايكال لينفينوت هنا لو فيه سيمتوم سجستف البكتيريال انفكشن مفروض مفروض يتعمل رابد انتجين تيكشن تيست أو سروت سواب وستارت انتبوديك افتر اللي مش محتاجين انتبويتوك اللي هو فيهم فيرال ايديولوجي او انتكيشن او حاجة سيمتوم سرجستف لفيرال انفكشن ان يكون فيه إيجزانسيما والكورايزا والفلو سيمتومز اللي موجودة بلاس ان ممكن يكون فيه سيمتوماتولوجي فيه سبيسيبيك فيروس ان يكون فيه سكين اروبشن او حاجة بمعنى تاني الـ 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 اللي بقى من غير داعي هل انا مش كل ام هتيجي تشتكي ببناء عنده فرانجايتس او تونسولايتس وفيه فيفر نفسي نبطل ان احنا ننبرسكرايب انتبويتك الـ ونفولو ونبص على الـ الـ اللي موجود في الطفل مش كل فيفر محتاجة يكتب لها انتبويتك الـ في الـ 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 برضو عملت سنة 2016 على كومان كويتشنز ان اكنا عايزة بس على الترمينولوجي بتاع الـ الـ دي باي ديفينيشن ان يحصر ريبيتت انفكشن وزن سيرتي دايز من الـ وطبعا دي كومان طبعا دي كومان جدا عندنا ويمكن انا ما بيعديش تلاتين يوم كما يعني خلط وويكس وكمان وبيظهر نفس الاتاك تاني غالبا غالبا بيبقى نان كومبلاينس على الـ اللي كتب فاول مر مفروض الـ هو اللي بقى بس المهم ان انا لو بدأت اول مرة الـ كاينيشيال تريتمينت فيفضل استخدام السيفتينير في الـ عشان هو بكتيريا دي ستادي تتعامزة 2009 قارنوا بين السيفتينير والـ أموكسسيلين فى حالات طبعا الفارينجو تنسولايتس وكان الـ وكان الـ الفيفر ان السيفتينير فى 5-10 داية كان له كلينيكال كيور وميكرو بيولوجيكال اردكيشن بيولوجيكال 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 الغريب ان اغلبية الـ بيولوجيكال 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 مع بعض عشان ابدأ افكر ان فيه بيولوجيكال بيولوجيكال اللى تستشارج بيرلند في فيجيل او مجزيلة يونيلاترا الوديس ودي مميزة جدا يونيلاترا المجزيلة في افضل بيكي تشتكي منها واخر حاجة ان يحصل وورسنينج للسيمتوم افضل انيشال امبروفنت اللى احنا بسميها الطابل سيكننج يمكن انا من مي اكسبينيانس المتوضعة الطابل سيكننج دا اكتر حاجة بتخليني اعرف ان البكتيريا بدأ يبالها الانتبيوتكال الطفل يبدأ رأيه نورية والام تقول انها يومين تلاتة وبدأ يتحسن وبعد كده التستشارج يبقى بيرلند الطفل يبدأ يبقى فيفرش ويبدأ ممكن يشتكي من المجزيلة وين نتو تريت اغلبيتهم احنا قولنا بيرزولف وزاوة انتبيوتكال والانتبيوتكال يجب ان تتكلم عليها دلوقتي والمدرك حيث او حصلت اللي احنا اتكلمنا عليه طبعا الهموفلس انفلوانزا والستريب تيموني والمروكزيلا كتاريز سيرابي اموكسيسيلن والانتبيوتك سيرابي في الراينوسينوسيس اكتبها 14 days ويظهر السيفديني بالاخص في حالات البينيسيلن والانتبيوتك معناه ان انا محتاجة غير الانتبيوتك واحيانا طبعا ساعتها دور الانتبيوتك مش دوري ان انا لو ارتفل بالانتبيوتك بلاش اطول مع عشان محصلت المشاكل ده دور انه يتبقى الانتبيوتك ممكن يعمل سينس اسبيريشن ويعمل ونحدد الانتبيوتك 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 والامريكان اكاديمي والامريكان اكاديمي والامريكان اكاديمي حطوا او قضيت للجايدلايين في تريتمين سنة 2019 وقسموا لثلاثة سيفير وورسنين وبرزيستانت السيفير يعتمدوا اعتمدوا على الفيفر هاي جريت فيفر مور زان سيرتي ناين ديجري بلس ان يكون في بيرلند نيزل ستشارج او مجزيرة ربين او تندرنس فور مور فور سري كونسيجوتيف دايز تلات يام متواصلة عشان احط العيان في الكاتيجوري سيفير وورسنينج ان يحصل نيو سيمتونز او وورسنينج لسيمتونز افطر انيشال امبروفمنت وغليما طبعا بيكون فيه ابر اسبتراج انفكشن لسيمتونز او برزيستان سيمتونز اللي هي السيمتونز لسيمتونز 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 طيب ساكندري انتبايوتك لو انا بدأت بالاموكسيكلاب وانترنو البيشن توليس نوت برضو السيفدينير بلس الكلاريسيز والقلينداميسان والدوزيز بتاعته موجودة قدام حضراتكو يبقى برضو السيفدينير هيظهر في السيفير رينو سينوسايتس أذن ألترنيتب سيرابي للاموكسيكلاب او ساكند تشويس لو ما فيش ريسبونز الورسنينج بدأ يظهر سيمتومز جديدة او حصل الضبل سيكنينج اللي احنا اتكلمنا عليه هنا برضو السيفدينير موجود أذن ألترنيتف سيرابي للاموكسيسيلن فورتين تو فورتين دايز وإفنو امبرومنت هرجع اكتب الاموكسيكلاب او اكمباين السيفدينير مع كلينداميس البرزيستان سيمتومز هنا الكلمة الترمينولوجي اللي هما دايما بيعتمدوا عليه هو الوطشفل ويتينج صعب ان احنا بنعمله في مصر صعب ان انا استنى مديش انتبيوتك بس هو ده الصح تمام مودريت سيمتومز مفيش فيفر عالية استنى واشوف واعرف العيان انه لو حصل وورسنينج للسيمتومز هنبدأ الانتبيوتك وبيعتمدوا على نفس الانتبيوتك سواء كان الاموكسيكلاب او السيفدينير او كلينداميس الاكيدوطيتس ميديا محتاجة ثلاث حاجات تكونفيرم الدياجنوزي وثلاث حاجات برضه مع بعض اول حاجة ان يكون فيه رابد او ابرابد سيمتومز للمدل اير انفلاميشن اند ايفيوجين تاني حاجة ان يكون فيه افيوجين افيوجين بعرفه ازاي ان يكون فيه بالجنج للتمبانيك منبرين ابسنت للموبيليتي بتاعت التمبانيك منبرين احياناً بنشوف الارف الوارد تمبانيك منبرين او يكون فيه اوتورية وتالت حاجة يكون فيه أن يكون فيه إيريسيمة في التمبانيك منبرين أو يكون فيه أوتالجي التلاتة لازم يكونوا موجودين مع بعض يعني الأم اللي بتيجي تقول إن ابنها بقاله أسبوع بيخبط على ودانه بيشد في ودانه وممكن أبص والموضوع ما كانش سفير وبدأ يزيد في الآخر وأبص ألاقي إيريسيمة ماينفعش أقول عليها نيتبكل دي أوتايتس ميديا لأن الأنصت يكون أكيوت عشان أصارجيست عارف إن فيه بكتيريال أرجن هونتو تريتوز أنتبيوتك أي طفل تحت ست شهور كونفيرمي دي أوتايتس ميديا محتاج أنتبيوتك أو من ستة لاربعة وعشرين ومعها سيفير سيمتومز أو أوتورية الأنتبيوتك مش محتاجها في الأطفال فوق السنتين بالأخص إنهم لو معهم نون سيفير سيمتومز سواء كتينيولاترال أو بايلاترال وفي الأطفال ما بين الست شهور والسنتين ومعهم نون سيفير يونيولاترال أوتايتس ميديا مستقام باستوجين زي الساينوسايتس نون طيبه والهيموفلس انفلونزا والستريب تينيموني والمركزيلا كتارز الفيرس لاين سيرابي هاي دوز من الأموكسيسيلين ولو السيفير كيس هخليه أموكسيكلاف والدوز بتاعته هنا أكبر من المعتادة بنوصل لتسعين ميلي جرام بير كي جي والألترنياتف سيرابي برضو هيظهر السيفدينيل أزال ألترنياتف سيرابي في حيات البنسيلين ألرجي ولو نطلوريتينج الأورال طبعا السيفترياكسون هيبقى هو لو دور الترايل دي تعملت عكا كمبارزون لفايف داي السيفدينيل تريتمينت versus تين دايز من لو دوز أموكسيكلاف وكان برضو على نوعا ما كان على سكيل من العينين نوعا ما كان حوالي ربماية خمسة وعشين طفل وسنهم يتراوح من ست شهور لست سنين وكان الـ 5 دايز من سيفدينير سيرابي على الماكسيمم دوز اللي هو 14 ميلي جرام بير كي جي دفايتد توايس ديلي كان كمبارابور أورو لتين دايز من الأموكسيكلاف أو اللو دوز أموكسيكلاف في النهاية طبعا أنا بس عايزة برضو نهيلات اللي حضراتك وكلكم عارفين البلاتابيليتي بتاعة الموليكيول نفسه versus الأموكسيكلاف وversus الأزيسروميسن والمعتقد أن أغلبية الأطفال محدش واجه إن لو برسكرايبين الموليكيول نفسه واجه أن الأم بتشتيكي إن البلاتابيليتي أو الكومبولينس معي مش كويس إن شكرايبين الموليكيول نفسه